عاد قداء سنجار في محافظة نينوى شمال العراق لواجهة الأحداث فبعد أن خفت الحديث عن معقل الأيزيديين إثر إعادة السيطرة على سنجار من قبضة تنظيم داعش لم تغب المنطقة عن عنوين الأخبار لكن هذه المرة من البوابة التركية فقد أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في وقت سابق عن إطلاق عملية عسكرية في سنجار لملاحقة مسلح حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقر منظمة إرهابية أثارت المخاوف من نشوب حرب يقودها الجيش التركي في المنطقة لا سيما بعد توغله في عفرين وبلدات في الشمال السوري لكن سرعان ما تراجع أردوغان عن تصريحاته وأشار إلى أنه تلقى معلومات من الاستخبارات التركية حول بدء الحكومة العراقية لعملية في سنجار معربا عن أمله في أن تنجح في المقابل شددت الحكومة العراقية على رفضها في أن تكون الأراضي العراقية منطلقا لهجمات ضد تركيا التي بدورها أكدت عدم القيام بأي عمليات دون موافقة بغداد وأن تقوم بأي عمل فيه تجاوز على سيادة العراق موقف عراقي تركي تم التأكيد عليه خلال اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وناظره التركي بنالي يلدرم بيان صادر عن مكتب العبادي ذكر أن بغداد أبلغت أنقرة بأن لدى القوات العراقية تعليمات بمنع أي مقاتلين أجانب بشن هجمات ضد تركيا وأن الوضع الأمنية في نينوى تحت سيطرة الجيش العراقي وهذا ما كشفته قيادة العمليات المشتركة العراقية نحن أصدرنا بيان كان بيان نفي أنه لا توجد أي حركة لقطاعات أجنبية عبر الحدود باتجاه الأراضي العراقية وباتجاه قضاء سنجار الآن قطاعاتنا المتمثلة بقطاعات الفرق 15 من الجيش العراقي هي متواجدة في قضاء سنجار وتمسك كل مناطق وتمسك الحدود ومستمرة بعملة انتشار وسيطرة على قضاء سنجار ومناطق المرتبطة به قبل أيام أعلن حزب العمال كردستاني انسحابه من سنجار باتجاه الحدود السورية وقالت مصادر عراقية إن الانسحاب جاء بعد اجتماع قيادات من الجيش والحزب إذ تم تسليم المواقع للقوات العراقية انسحاب جاء أيضا بعد الغارات التركية على مواقع مسلح حزب العمال الكردستاني في سنجار وتحذيرات من إردوغان الذي شدد على أن هدف تركيا هو القضاء على الإرهاب وليس لاحتلال الأراضي على حد تعبيره